وَلَا لَا فَيَّ إِلَا الْقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَبَغْفِدًا وَهُمْ لَا يُحْرِونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْكِ مَا أَنْظَبْتَهُمْ أَمْ لَا تَنْظِرُمْ لَا يُحْرِنُونَ إذا كما تنظر من اتبع الزقر وغشير رقمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر طريب إذا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قد نهو وأذره فكل شيء أحسن وفي إمام مبين قطرب له مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليه مسلين إذا كذبوا ما فعذبنا في ثالث وقالوا إرتى إليكم المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وأنزل ربنا من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لهم صلوون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمة من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لهم صلوون وما علينا إلا البلاء والغمي قالوا إلا تطيرنا بكم فإلا تغضر لنرجم عندكم وليمسدكم بنا عذاب العليم قالوا طاركم معكم أيضي وذكركم بل أطب قوب مسرحون وجاء من أعصى المدينة الرجل يزعى قال يا قوب اتبعوا المرسلين اتبعوا بل لا يسألكم أجروا وغبوا ندون فما لي لا أعوض الذي قطرني وإليه ترجعون فأتخذ من روده آلهة إنه يرد الرحمة يبضر لا تغضي عندي شفاعتهم شيئا ولا ينظلون في الدين أماط بربكم فاسمعون قل لدخل الجنة قال يا قوب اتبعوا المرسلين إن كانت الناسية واحدة فإذا هم طامدون يا حسدنا لذي بعض ما يعطيه من رسم لك نبي يستعظون ألم يلوك محلقنك بلهم يكروني أنه بليهم لا يرجعون ألم يلوك محلقنك بلهم يكروني أنه بليهم لا يرجعون وإن كل لهم جميع الذين مهدنوا وعيدوا له من الزباية وعفضنا من أبن فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نسيرهم ونبي وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سماني ومعملت وإيدهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق أسواج كل أمم في طرقه من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق مننا فإذا هم المسلمون والشمس تجلل مستقرنا ذلك تكبر رزيز العليم والكمر قدرناه من أسراطات كل رجول الكديم للشمس يمغير أن تدرك الكمر والليل يسابق الناس وكل في فرقه يسمعون وآية لهم النامن زرية في الفرق المشؤون وخلقنا لهم من مشكل ما ينققون وإن نشاء نغرق فلا سريخا لهم ولا من تضون إلا رحمة منا وضع إليه من ذلك لهم تقوم بين ذلك وخلفكم للكم ترامون وما تعطي من آية من آية ربي من ذلك أنهنا مؤردين وإذا كنا منفقوا بملاككم الله قال الذين كفروا للذين عمتهم ومن ذو يشاء الله وتمه حين أعطوا بالله في ظلال من مبين ويقولون وتعظوا من كتن صادقين ما ينزلون إلا سيئة واحدة تأخذهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلا أحدهم يرجعون ونفيها في السوء فإذا من الداسنا ربي ينسلون قالوا يا ويلة من بعثنا من مركضين أزم وعض الرحمن وصدك المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا من جميع الذين مهدرون فاليوم لا تظلم نفسه ولا تتظهن إلا ما كنتم تأمنون إن ناسا وجنة اليوم في شغل فاكمون هم أزواج في ذلع إلى الأرائك متقنون لهم في أفاكية ولهم ما يدعون سلام كولا من رب رحيم سلام كولا من رب رحيم سلام كولا من رب رحيم أمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني هذا الله تعبض الشيطان إنه لكم أتوفم مبين واني بدون هذا الصراط مستقيم ولفتدن منكم جبلا كسيرا فلم تكونوا تاقدون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنا واليوم كنتم تكفرون اليوم نأخذهم الأفاهم وتكلمون أيديه وتشهدوا أجلوا بما كانوا يكسبون ولو نشاء أقول ترسل عليهم لمسترقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء أقول مزقناه من مكان ما استطاعهم تجي ولا يجيون ومن نعمل النقص في الخلق أصلا يجيون وما ألمناه شيء روما ينبغينا وإنه وإلى ذكر وقرآن وعبين لينزل من كانرية يهيئ وإيكا الكون والكافرين أولم يروننا خلقناه من ماملت أيدينا والفقنا مانكون وزللنا نوفمنا لكم ومنها يأكلون ولو في أمنا في مجاربهم فلا يسكرون وتغضوا من دون الله عالية لأنهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم لمجدون مخترون فلا يردون كاكرون إلا نعلم ما يسردون وما يقلون أولم يألسان وانا خلقناه من الفقر الأجزاء وغصيم مبين وزرنا بلنا وسلم على سيخة وقالوا ميزل سماء رميم قل يليا الذي ينشى من المراتب وفي كل خلقناه من الذي جلن لكم جده يقدرين على الفيضات من الدوك دون أوليسد نجيقا لك السممات والعبت بقاعد ألا يقدكا بإسلام ما لأوقد لا قلعين إنما هو إذا أردسنا يكون لهم فيكون فسؤال الذي يديه ملكوت كل شيء وإليه ترجون أعوذ بالله يا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كن يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا نعابدون ما أعبدوا ولا أنتم أعبدون ما أعبد لكم دينكم واليديهم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أكبر ولله أعبد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له خفوة أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أعبد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شور غازق إذا وقب ومن شور النفاثات بالعقد ومن شور حسن إذا حسن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله أعبد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ولك الناس إله الناس من شور والناس الخدس الذي يسش في صدور الناس من الجدة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك لا عبدوا إياك نستعين إن في الصراط المستقيم صراط الذي لعن عبد عليهم غير المظلط عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم عليه الظالمين ذلك الكتاب لا رعب وذلك المتقين الذين يؤخدون بالغيب يقيمون الصقلات وبما رزقنا وبيبطون والذين يؤخدون بما أذن إليك وما أذن بقبلك وبالآخرة يؤخدون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تغلوه سرق ولا نوم لوه ما في الظباوات وما في الأرض فأوه ذا الذي يشبع لله إلا بإذنه تعلموا ما بين أيديهم وما قلبهم ولا يحكدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسوكم سر السماوات والأرض ولا يؤوذه للذوبة وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نافذ وإياك نستعين نهدنا استراط المستقيم استراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا عليب فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون استراطهم مما روضناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون الأفزل الزكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآهله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا مقصودة إلا الله لا موجودة إلا الله لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله لا مقصودة إلا الله لا موجودة إلا الله لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله لا مقصودة إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وصليم وصليم عليه أمين أمين يا رب العالمين May the Almighty Allah سبحانه وتعالى مستعوى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مفيل مفيل can be any type of مفيل no matter what it is whether it is forty days, one year whether it is the Niyaz of Roast Park and whether it is the Milad of Nabi Muhammad Mustafa صلى الله عليه وسلم whatever it is the main essence the main essence of that program the center of attraction is our beloved Habib Muhammad al-Mustafa صلى الله عليه وسلم so Allah subhanahu wa ta'ala and even the levels of Allah having Habib صلى الله عليه وسلم are looking for an excuse to make the zikr of our beloved Habib Muhammad Mustafa صلى الله عليه وسلم we did Alhamdulillah the darsia quran we also did the darsia hadith this week Alhamdulillah there were two hadiths of Nabi صلى الله عليه وسلم which I only gave an example but I didn't relate the whole hadith Allah Masha Allah some people some people understand some people won't understand so I just want to explain to you the full hadith of Nabi صلى الله عليه وسلم it was those three hadiths of Nabi صلى الله عليه وسلم which one was the first one? okay the first one was that we're talking about the mujizah the miracle of my beloved Habib Muhammad Mustafa صلى الله عليه وسلم explaining from the Qur'an itself where Allah Subhanahu Wa Ta'ala says And he says عَلِفْ لَعْمِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي قُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ قُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ ثم يقول هؤلاء الناس الذين يأخذون إيمان سوء إيمان هؤلاء الذين يأخذون هؤلاء الهدية هؤلاء الذين يأخذون إيمان وهم تحريرون هؤلاء الذين يؤخذونه الأولى هؤلاء الذين يؤخذون إيمان الوصول للمغيب الله سبحانه وتعالى نعم الوصول الوصول ونشأل الوصول this knowledge of the unseen is some kind of knowledge which can only be given by Allah subhanahu wa ta'ala Allah knows just like how we say alif lamb and mean there are 14 letters in the Quran where nobody knows the meaning of it but there is a meaning not even that person or that angel الذي سبب تسمل من الله الذي سبع الله و سبع الله و سبع الله هالك وهذا الجميل محمد مصطفا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو إلم الغيب ثم تأتي نمبر أولا هذا إلم الغيب الله سبحانه وتعالى قال هناك صحيح أنه فقط أنني وأنني وأنني نبي نعرف سكر إذا فقط أنني وأنني نبي نعرف سكر ما هذا يعني على ذلك إلم الغيب النبي عليه السلام يُقْمِنُونَ بِالْغَيْرَ وَيُقِيمُونَ السَّلَامِ أَيْسَ أَلِفْلَامِ 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 So he says that we have to believe in that which we haven't seen that is Islam we all believe in something we didn't see how can you believe in something we never see they say he saw a statue of Jesus they say yeah that is a statue we saw a statue of Jesus you see a Toyota a Toyota car book shape 1976 whatever year it will stay to hit in your mind yeah I saw a Toyota car if you know you understand what kind of religion is Islam that the basis of that religion is in Ilm al-Mahd you believe in it that you should never see how can you believe in something you never see we say no this is the greatness of my this is the greatness of the of my Nabi Muhammad that you and I can't see him but the Barker in death because we can't see him that is how great he is that is how great he is so I was explaining that Ilm al-Ghayr if you believe in the Ilm al-Ghayr you have to believe in all those words that Nabi alayhi salatu wasalam had taught us each and every one of them there is not one hadith or there is not one word where Nabi alayhi salatu wasalam was not a Tajamani was not a meaning of the Holy Quran that Allah subhanahu wa ta'ala said they are talking about the hadith Mukhari shri hadith he said that Nabi alayhi salatu wasalam did not have knowledge behind the wall there's two examples I gave one was that the tawakkal of Allah's Habib Muhammad Mustafa sallallahu alayhi salatu his belief obviously that person whom you are close to that he rubs off something rubs off the person for example if you're a mechanic and you've got a friend that's staying with you all the time every day he's with you he's going to learn something how to change a water pump how to drain the oil and slowly slowly he becomes like that so he said that Nabi alayhi salatu wasalam was coming back from a ghazwa there's two types of wars one is known as a saliyah and the other is known as a ghazwa now ghazwa is that kind of war where our beloved Habib Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi salatu wasalam himself was present that is known as a ghazwa and a saliyah is that kind of war when Nabi alayhi salatu wasalam was not present but he sent the sahaba ikram to go and fight so this was a ghazwa ghazwa meaning a very great war because Nabi alayhi salatu wasalam was present now the two examples I gave was one was the first battle that took place in Islam we said the taqwa today we are saying that our iman must be the same as the sahaba ikram exactly the same and how was the iman of the sahaba ikram the iman of the sahaba ikram was not like how those people who followed iman muslim bin akil radiallahu ta'ala anhu in Iraq you know when he went to Iraq iman muslim bin akil radiallahu ta'ala anhu ahla bait he went to Iraq when he went to Iraq everybody came to take bait on them he said we accept through your hand iman of the sahaba ikram radiallahu ta'ala anhu as a khadif and he says there were about 70,000 letters that were written but when iman ziyad came into Iraq when he came out there were about 500 people standing behind him who were they and that's why we say there's a very big difference between that person who is a muslim and that person who is a mu'min mu'min you can only receive and become a mu'min when your love for abbiram al-habib from Muhammad al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is more than the love that Allah has created in your body for your children look at the hadith of Nabi alayhi wa sallam I'm going a little bit in detail inshallah we'll learn something to it the hadith of Nabi alayhi wa sallam says authentic hadith absolutely no doubt it says قال قال رسول الله sallallahu ta'ala alayhi wa sallam لا يؤمنوا أحدكم حتى أكون أحبا إليهم الوالده وولده والناسي أجمعي he says your iman to become a mu'min is not complete until you have complete love and devotion for me يعني رسول الله sallallahu ta'ala alayhi wa sallam more than your parents more than your children let's just stop them the love for your child like a mother the mother carries a child in the womb six months nine months you see Allah creates a love and bond that the mother has for a child Allah creates that mohbath that mohbath can't just break like that the child can do whatever you want to do you may have better my son my son he'll fight for you no matter what he does so Allah subhanahu wa ta'ala is saying that our children first why because the love that you have in your heart for your children is what Allah has put inside your mother then he says the love for your parents who put the love in the sand for the parents also Allah and now there are different types of levels different degrees of love Allah if you go into that is another topic going on just go on top then you get that type of love or that type of mohbath which you will find in the dunya that's why I say when you fall in love fall in love with that thing or that person who can never break your heart dunya will break your heart how many of us walking around broken heart why because we fell in love in love with the wrong thing with the dunya but yet falling in love with the line is a soul and see if he breaks you Allah subhanahu wa ta'ala so the battle of battle if you look at it according to history you would find that that was the first war that took place in Islam now Imam Muslim bin Aqeel when he went into Iraq for the namaz of Maghrib he saw 500 people that riddha karma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam standing behind make a suspect and they say wallah when Imam Muslim bin Aqeel made salam and saw not one standing behind not one and the greatness of my Nabi Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam he has so much of tawakkale in Allah and those that followed him loved him so much that even the shayi says gulam ma'ni Muhammad jan dene se nehi darte ye sar kata jai jai koi par wadi why they say that love must be to that degree now you analyze yourself where's your love stand how far where's hanging from asman of the zameen that's why I said inna al-munafiqeen a kafir you know he's a kafir you know what he's capable of a muslim you know he's a muslim you know what he's capable of but that person sitting on the fence he's the worst enemy you can find that's why Allah subhanahu ta'ala said he's placed even more worse more lower than that place of a kafir so my brothers in islam my nabi Muhammad must ufa sallallahu authentic and he's there were 313 of them 330 half of them on horseback camelback half of them walking without shoes but these were the lovers of the other way the lovers of my nabi Muhammad must ufa sallallahu sallallahu when he came into madinat un man sahabah ikram came to you what you want to ask you did so much for us you showed us the way to jannah you showed us our life you gave us you saved our calm what can we do for you know what my nabi muhammad mustafa and this is where you know about the reality of kula as alukum alayhi ajran illa muadda al-qurma allah says say to them ya rasul allah you don't want anything from anyone but you want to see how much they love those people that you love and those people that are close to you our muslim today are going is the elevated family of the bi salat was a lucky them mediat they still believe that Yazid was wrong was right and imam hussein was wrong may Allah give them mediat may Allah give them show them the wisdom that came from our beloved habib muhammad and mustafa salam put them on the same road so my nabi shall la salam with the tawakir he goes 313 sahaba and in front of him is over about a thousand people thousand of the enemy soldiers fully armed fully on swarish they all had hostels or camels whatever they were trampling on each and every one of them 313 nabi alaihi salatu was salam says to them eh sahaba this war is not your war this war is not yours if still you want to turn back and go I what the sahaba said shaleel al-qadr sahaba abu bakir shiddiq umre farook nabi allah usman al-ghani has al-qarab allah wajr al-qarim he said ya rasul allah sallallahu sallam if you tell us to jump in a fire we jump in a fire this life is yours the soul is yours the zindaki is yours everything is yours we used to fight you stand in the front south today we want to stand right in the back nobody can see us there's the barakat ye in the front so nabi alayhi sallallahu wasalam says on that battlefield in the morning in that morning nabi took a stick like a cherry they say it is like umbrella stick and they see in the authentic hadith bukhari shirif hadith but then muslim shirif hadith also he said nabi alayhi sallallahu wasalam took that stick and he marked on the ground and he said this kafir will fall and die here like this he took his name this kafir will fall here this one will fall here this one will fall here this one will fall here he hadith he narrates the hadith and you know that kind of sahabi who if you look at all the hadith books that you get today in the world most of the hadiths are from you why because nabi made dua for you and you must never ever forget anything that he hears from the mouth of nabi so there's no chain or broken chain in the hadith and look at this hadith what a beautiful hadith nabi he marked each and every kafir where they gonna fall and how they gonna die before the battle takes place if that is not in my death then I don't know what is and the sahaba say wallah in whose hand our life our soul lies the custom of Allah not one kafir when they fell and died they never even fall one inch away from where my nabi muhammad mustafa the other hadith of nabi alayhi salatu was mentioning yesterday on monday wednesday the other hadith was that we must believe in the image that is on from there where you have to make time of salah and you must give from that which Allah has given to you in explaining that only by believing in that which you can't see and believe in the result of my nabi muhammad on on his own if you do not believe in each and every miracle of my nabi sallallahu sallam that will go only from the quran and what was this hadith it says when nabi alaih sallallahu sallam no matter what came out from his zubhan it was haq and he knew what ilm al-ghaib was another hadith I was explaining about ilm al-ghaib this hadith was when nabi alaih sallallahu sallam was coming back